شكرا جزيلا سيدتي الرئيس معالي الأمين العام السادة أعضاء مجلس الأمن الموقرين شكرا جزيلا على منحي هذه الفرصة وأنا على ثقة من أن كل ممثلي دول الأعضاء في الأمم المتحدة يستسمعون إلي اليوم بالآن سعوت من بوتش منذ أن تحررت من وطأة الجنود الروس وعوت إلى كييف وشهدت بأم عيني أنهم لم يتركوا جريمة واحدة لم يرتكبوها في حق المدنيين لقد قتلوا كل من خدم بلادي وأطلقوا النار النيران على النسوة ممن خرجنا من بيوتهن يستصرخنا المرة لإنقاذهن فلم يسلمنا من إطلاق النيران إنني أتحدث إليكم باسم شعب شعب يكرم مثوى المفقودين يوميا شعب يشهد يوميا من يقتلون بإطلاق نيران على رؤوسهم أولئك الذين تطلق عليهم النيران في الشوارع وفي كل مكان وفي كل ركن من الأركان يقتلون في شققهم يقتلون في بيوتهم يقتلون في ديارهم يقتلون في مدارسهم تنهال عليهم النيران من الدبابات في عرض الطريق في نهر الطريق لمجرد الاستمتاع من جانب الجنود الروس هذا بالإضافة إلى أولئك الذين تقطع رؤوسهم والنسوة التي يقتلن أمام أعين أطفالهم هذا بالإضافة إلى الدبابات التي لا تنفق تنطر الجميع بالنيران وهذا لا يختلف كثيرا عن الإرهابيين الآخرين من قبيل داعش الذين احتلوا بعض الأراضي وهنا نجد أن أحد الأعضاء دائمين في مجلس الأمن هي أول متورط والذي خضبت يده بأدماء الأوكرانيين وهم يتبعون سياسة محددة ومتسقة وهي سياسة التدمير سياسة معادات التنوع إنهم يشنون حربا ضد كل ما هو مختلف إنهم يطلقون النيران بقصد القتل بقصد إرداء المدنيين قتلا وفيما ينشرون جنودهم في مختلف الأرجاء وفيما تغادر هذه الجنود لا تترك وراءها إلا أراضي يبابا خرابا وقثت في كل الأرجاء وهم بالطبع معروفون بالفساد السياسي وبأتورد في أحداث أفضت إلى مجاعات في الكثير من البلدان وفي الكثير من القارات من قبيل أفريقيا وأسيا وغيرها هذا إذن أين هو الأمن أين هو الأمن الذي ينبغي على مجلس الأمن أن يضمنه فهو غير موجود نعم لدينا مجلس أمن بالفعل ولكن أين السلام وأن لنا هذه الضمانات التي على الأمم المتحدة أن تقطعها على أنفسها نعم هذه المؤسسة الرئيسة والمحورية في العالم التي ينبغي أن تضمن قمع أي عدوان على السلام ولأن أي عدوان لن يفضي إلا إلى مزيد من العدوان ونحن الآن نرى بأم عيوننا ما فعله الجنود الروس في بوتشا إذا أبقوا على حصار هذه المدينة ولكن حتى الآن لم يرى العالم أي شيء مما فعله الروس ومما ارتكبوه من جرائم وفضائع في مدن أخرى الجغرافية قد تكون مختلفة ولكن القصوة هي نفسها القصوة لا تتجزأ وعليه فإن المساءلة ينبغي أن تكون حتمية السيدات والسادة أود أن أذكركم جميعا بالمادة الأولى من الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدة ما هو الغرض من إقامة هذه المنظمة إن هذا الغرض هو الحفاظ وصون السلم والأمن الدوليين وكذلك وانآن ميثاق الأمم المتحدة بات هو الآخر في مرمى النيران ومرمى الانتهاك هذا بالإضافة إلى الكثير من المواد الأخرى واليوم نتيجة لتصرفات روسيا ولما اتخذته روسيا من فضائع في بلادي في أوكرانيا فإننا نشهد أفضع قرائم الحرب على الإطلاق منذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها نرى الجنود الروس الذين يدمرون عن عمد المدن الأوكرانية بل وإنهم يدمرونها دمارا شاملا مما يؤدي أيضا إلى التجويع الجماعي وملاحقة المدنيين الذين يحاولون الفرار بأرواحهم هذا بالإضافة أنهم يدهمون ويهاجمون الملاجئ التي يلقوا إليها الأوكرانيون هذا بالإضافة إلى تعمدهم العمل على تدهور الظروف في كل المناطق التي احتلوها هذا بالإضافة إلى أن مدينة بوتشا هي ما هي إلا واحدة للأسف الشديد ما هي إلا واحدة مثال فقط على الأعداد الكبيرة من المدن التي لم تسلم من هذا الاحتلال وثمت الكثير والكثير من المدن ومن المناطق والقرى الأخرى التي سيكشف عنها النقاب مثل خاركتشوف وماريبول وديركا برودياكا والعشرات والعشرات من المدن الأوكرانية الأخرى ومن المجتمعات المحلية الأوكرانية الأخرى كل منها لا تختلف كثيرا عن بوتشا أنا أعلم وتعلمون أيضا ما الذي سيقوله ممثل الاتحاد الروسي ردا على هذه الاتهامات وهذه الجرائم لقد كرروا هذا مرارا وتكرارا وبعد أن ألقوا أنار على الطائرة الماليزية بوينج فوق الدومباس وكان ذلك بأسلحة روسية أو لديكم الحرب في سوريا فإنهم بالطبع سوف يلقون باللائمة على الجميع فقط لكي يبرروا أعمالهم سوف يقولون إن تمت الكثير من النسخ وهذا الخطاب كاذب أو هذا الخطاب مضلل ولن نعرف أبدا ما هي النسخة الأصلية وبالطبع سيدعون بأن كل مقاطع الفيديو مفبركة ولكن لدينا أدلة دامغة لدينا صور التقطت بالأقمار الصناعية وسنقدمها للتحقيقات نحن مهتمون بإتاحة إمكانية الوصول الكاملة للصحفيين والمحكمة الجنائية الدولية وذلك لكي تقيم الحج على الجانب الروسي وأنا متأكد من أن كل دولة عضو في الأمم المتحدة ستهتم بالاطلاع على كل هذه الأدلة وذلك لكي تعاقب أولئك المتورطين في هذه الجرائم أولئك الذين يعتقدون أنهم أميز من غيرهم أولئك الذين يعتقدون أنه يمكن لهم أن يفلتوا من العقاب وأن يفعلوا أي شيء وما يحلو لهم علينا أن نضرب مثالا للعالم كله كيف سيعاقب هذا المعتدي لأن الجميع إذا ما عقب الرأس الأكبر وكبير المعتدين فإن المعتدين الآخرين الأصغر مقاما والأقل مقاما سيرتدعون وفي سالف الأوقات كانت روسيا تطمع في ثرواتنا ولقد انتقل عشرات الآلاف من مواطنين إلى روسيا بل وإن روسيا قد اختطفت أعدادا غفيرة من الأطفال من أوكرانيا إذ إن روسيا تريد أن تحول أوكرانيا إلى مصدر للعبيد للرقيق كما إن الجنود الروس لم يفتأوا ينهبون ثرواتنا في أوكرانيا يبدأون بنهب الغذاء حتى المشغولات الذهبية وحتى الحلية النساء نحن نتعامل هنا مع دولة تحول حق النقض في مجلس الأمن إلى حق مكتسب حق للقتل الأمر الذي يقود الهيكل السلم والأمن الدولي الأمر الذي يدمر كل شيء إذن وإذا ما استمر الأمر على هذا المنوال فإن البلدان فإننا بالتالي سنعاول فقط أو سيكون لن يكون ثمة بديل أمام أي بلد من البلدان إلى قوة السلاح وستقود الثقة في القانون الدولي وفي المؤسسات الدولية والأمم المتحدة ستغلق أبوابها السيدات والسادة هل أنتم مستعدون لإغلاق أبواب الأمم المتحدة؟ هل تعتقدون أن زمن القانون الدولي قد ول هل تعتقدون أن هذه الأشياء قد عفى عليها الزمن؟ عليكم أن تتصرفوا بسرعة عليكم أن تتصرفوا بسرعة لكي تستنقضوا ميثاق الأمم المتحدة منظومة الأمم المتحدة ينبغي أن تصلح حالا وفورا حتى لا يكون حق النقد هو حق في القتل ينبغي أن يتحل مجلس الأمن بتمثيل عادل من كل مناطق العالم وينبغي أن يحاسب المعتدي فورا هذه المذابح من سوريا إلى الصومال من أفغانستان إلى اليمن إلى ليبيا كل هذه المذابح كان من المفترض أن تتوقف منذ أمد بعيد فالطغى فإذا ما عوقب طاغية واحد فالجميع سيرتدع وما كان لنا أن نرى هذه المذابح وكنا سنضمن السلام ولكن وسوف يتغير وجه العالم وربما إذا ما حورب أولئك الطغى وعوقبوا ما كنا لنرى حربا في بلادي ذلك الحرب التي شنت ضد الشعب الأوكراني ضد المواطنين الأوكرانيين ولكن العالم وقف يتفرج العالم وقف يشاهد مكتوف الأيدي ولم يتحدث ولم ينبس ببنت شفا إذا احتلال جزيرة القرم أو ما حدث في فومولدوفا أو بينما روسيا كانت تستعد لنزاعات أخرى ولشن حروب أخرى ولانتهاك حدود أخرى كيف نوقف هذه المهزلة؟ القوى العسكرية الروسية وأولئك ممن أطلقوا الأوامر لهذه الجيوش ينبغي أن يحاسبوا كل من أصدر أمرا مجرما بقتل شعبنا ينبغي أن يحاسب أمام العالم تماما على غرار محاكم نورنبرغ فأولئك الذين لم يفلتوا من العقاب بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أو زارها ينبغي أن يعاد هذا المثال من جديد في عصرنا أو في وقتنا المعاصر ينبغي أن لا يفلتوا من العقاب ولقد آن الأوان لكي نحول هذه المنظومة منظومة الأمم المتحدة إلى منظومة فاعلة ولذلك فإنني أقترح أن نعقد مؤتمرا عالميا هنا لكي نحدد كيف لنا أن نصلح منظومة الأمن العالمية كيف لنا أن نعول وكيف لنا أن نضمن الاعتراف بالحدود وكذلك سلامة أراضي البلدان المختلفة واستقلالها كيف لنا أن نقيم القانون الدولي وحدث ذلك في عام 45 وتسعمائة وألف في سان ترانسيسكو عندما التأم العالم واستلح على أن يقيم هذه المنظمة ولكن للأسف وهيهات لم نستطع حتى الآن أن نحقق الأهداف التي كانت مرجوة من إنشاء هذه المنظمة ولكن آن الأوان لنا أن نفعل ذلك حتى نسلم الأجيال القادمة أمم المتحدة قوية ناجعة فاعلة تستطيع أن تضمن السلم والأمن وأن تضرب بيد من حديد على أيدي المعتدين وأن تعاقب أولئك الطغى في حالة انتهاك مبادئ السلم والأمن ينبغي أن لا نسمح بأي استثناءات أو أي مزايا يتمتع بها طرف على حساب الآخرين سواء كان ذلك بناء على القوة الاقتصادية أو على الطموحات الجغرافية إن قوة السلام ينبغي أن تسود قوة العدل والأمن ينبغي أن تسود تلك التي طالما حلمت بها الإنسانية وأوكرانيا مستعدة لأن تتقدم بمقر لمنظومة الأمن الجديدة وكذلك وفي كييف أيضا يمكن أيضا أن يكون لدينا مكتب ينظر في كل الإجراءات والتدابير الوقائية لصون السلم وأود أن أذكركم ببعثتنا السلمية في أفغانستان إذ إن الأوكرانيين تمكنوا من إجلاء أكثر من ألف نسمة من أفغانستان على نفقتنا الخاصة كانت هذه مرحلة جد حرجة كان وقت جد عصيب وأوكرانيا هبت لنجدة الملهوفين في أفغانستان من مواطنين أفغان وكذلك مواطنين من بلدان أوروبية ومن الولايات المتحدة وكندا بالمناسبة لم نفرق ولم نعرف من كان يحتاج إلى مساعدة أو من لا يحتاج سواء كانوا من بني جلدتنا أو كانوا من مواطني دول أخرى فنحن دائما كنا على استعداد لإيغاثة الملهوفين أي ما كانوا وإذا ما جميعنا انتهج هذا النهج فإن العالم سيصبح أكثر أمنا وسلاما ولذلك فإننا نقترح إصلاحا للمنظومة الأمنية ولقد أثبتنا دائما أن هذا أمر جد مهم ليس فقط في أوقات الرخاء ولكن أيضا في الأوقات العصيبة ونحن إن نحن لم نعرف كيف نتخذ مثل هذا القرار يمكننا أن نفعل شيئين اثنين إما أن نحزف روسيا كعضو لأنها تعتبر دولة معتادية وكمصدر للحرب بحيث لا تتمكن من تعطيل أي قرارات تنهد هذه الحرب ومن ثم نتخذ كل ما نستطيعه من تدابير وإجراءات لإنشاء إقامة السلامة والخيار الآخر هو أن ننظر في كيفية إصلاح المنظومة الأمنية وإن كان لا بديل عن ذلك فالبديل الآخر هو بالطبع أن تنحل هذه المنظمة بالكامل ولكم أن تعترفوا بأنه إن كنتم خالي الوفاد ولا تستطيعون أن تفعلوا شيئا في هذا الصدد فإنكم في الحقيقة في وضع جد حارج فالجميع يحتاجوا إلى سلام أوكرانيا تحتاج إلى سلام وأوروبا تحتاج إلى سلام وهنا أهيب بكم جميعا أن تشاهدوا هذا المقطع المختصر مقطع فيديو قصير فقط أمهلون دقيقة واحدة من وقتكم فقط دقيقة واحدة لكي تشاهدوا هذا المقطع بلد والذي يثبت كيف لبلد واحد أن ينتهك كل الحقوق وأن يفلت من العقاب رجاءا أن تشاهدوا هذا المقطع لأنه من المستحيل أن تأتوا جميعا إلى بلادي لكي تروا ما يحدث بأم أعينكم ولذلك أطلب إليكم أن تشاهدوا هذا المقطع وشكرا ترجمة نانسي قنقر